بسم الله الرحمن الرحيم اليوم عندنا حل مسائل مسابقة مهوب للفيزياء من سؤال 13 إلى سؤال 18 مسألة 13 عند ترفق طيار الكهربائي عبر سلك من النحاس يظهر الجزء AB من السلك كما في الشكل زي ما نشوف هنا السلك AB نشوف الخيارات A تنحرف إبرة مغناطيسية وضعت بالقرب منه معروف أن الأجسام أو السلك اللي يمر فيه تيار كهربائي يكون حالة مجال مغناطيسي عشان كذا إذا قربنا إبرة مغناطيسية منه راح الإبرة راح تنحرف من مكانها فيكون الجواب الصحيح مسألة 14 من الشكل ما الحرف الذي يظهر طول الموجة الصحيح للصوت الناتج عن الشوك الرنانة طبعا هذه عبارة عن جزيئات الهواء الصوت عبارة عن تضاغطات وتخلقلات زي ما نشوف هنا هذي تعتبر تضاغط وهنا تعتبر تخلقل فكيف نحسب طول الموجة؟ طول الموجة في العادة يحسب لو شفنا الرسمة العليمين هي المسافة بين قمتين أو المسافة بين قاعين فنشوف الخيارات ونشوف أي واحد فيهم صحيح فنشوف أي أي يحسبها لي من هنا إلى هنا نلاحظ أن الموجة قمتها تكون هنا وهنا فأي غير صحيح لأنه قاعد يحسب من الطرف اليمين للموجة والطرف اليسار للموجة فهذا غير صحيح مفرد يحسب من القمة إلى القمة نشوف بي طبعا أي غير صحيح نشوف بي بي نلاحظ أن حسب الأولى من القمة وحسب الثانية بعد من القمة فبي إجابة صحيحة بس نشوف الخيارات الثانية ليش خطأ سي نلاحظ أن حسب من يسار القمة القمة المفروض تكون هنا ويمين القمة المفروض القمة تكون هنا فحسب طول أكثر من الطول الموجة فسي غلط دي نلاحظ أن ما حسب بين موجتين حسب يعني تقريبا شي حول هنا كذا فهذا ما تعتبر هذا ما يعتبر طول موجي فهذه إجابة خاطئة فالإجابة الصحيحة تكون بي مسألة 15 ما هو أفضل وصف لحركة الجسم المسجل في جلوى البيانات A لا يتحرك وصف ثاني اللي لا يتحرك هي أن السرعة دائما تكون صفر B يساوي صفر فنلاحظ هنا أن السرعة في البداية كانت صفر بس بعدين قامت تكسب قيمة فA إجابة خطأ نشوف B يحافظ على السرعة ثابتة نلاحظ أن السرعة قاعدة تتغير كانت صفر صفر صفت اثنين بعدين من اثنين صفت اربعة إلى آخر فB إجابة أيضا خطأ C تتعرض لتسارع موجب وD تتعرض لتسارع سالب دعنا نشوف التسارع موجب لسالب نلاحظ أن التسارع موجب ليش لأن مع زيارة الزمن نلاحظ أن السرعة قاعدة تزيد بما أن السرعة تزيد فالتسارع راح يكون موجب لو السرعة كانت تقل كان التسارع صار سالب الإجابة تكون C مسألة 16 أي عبارة تقارن الطاقة الكامنة للكرات بشكل صحيح بما أن نحن بنقارن بين الطاقة الكامنة ونحن نعرف أن كل ما زدنا في الارتفاع زادت الطاقة الكامنة فنحن بنقارن بين الارتفاعات فنشوف المسألة A أو الخيار A C لديها طاقة كامنة أكبر من B نلاحظ أن هذه الكرة C وهذه الكرة B طبعا خطأ لأن B ارتفاعها أكثر من C B طاقتها الكامنة أكثر من C فنجعل الخيار البعدة B E لديها طاقة كامنة أكبر من F هذه E وهذه F نلاحظ أنهم في نفس الارتفاع أيضا لهم نفس الطاقة الكامنة B أيضا خطأ شوف C C لديها طاقة كامنة أقل من E هذه D وهذه E نلاحظ أن D لها طاقة كامنة أكبر من E لأن ارتفاعها أكثر فC أيضا خاطئة D B لديها طاقة كامنة أقل من E هذه B وهذه A نلاحظ أن B ارتفاعها أقل من E إذا انطقتها الكامنة أقل من E فدي يكون جواب صحيح مسألة 17 قارن بالنسبة للموجة A أي موجة لها نفس الطول الموجي ولكن بسعة أقل طبعا زي ما قلنا الطول الموجي هي المسافة بين القمتين أو مسافة بين قاعين بس إيش السعة السعة هي المسافة بين هي هذه المسافة هذه يسمها السعة فنشوف أحين الموجات اللي عندنا هذه الموجة A فنشوف أي واحدة لها نفس الطول الموجي ولكن لها أقل سعة هذا هو طول الموجي حق الموجة A نشوف الأطوال الموجية الثانية طول الموجي للموجة B رح يكون هذا طبعا ما رح يساوي فإيجابة خطأ مش الموجة B نحن نحتاج موجة لها نفس الطول الموجي بإجابة خاطئة C أيضا إجابة خاطئة لأن الطول الموجي مش نفسه C بإجابة خاطئة نشوف D D من هنا إلى هنا نلاحظ أنه نفس الطول الموجي وأيضا السعة أقل زي ما نلاحظ هنا هذه السعة أكبر في A فإذا الجواب الصحيح رح يكون C مسألة 18 انظر الشكل الزمن الدوري للبندول البسيط هو الزمن الذي يستغرقه للحركة من الزمن الدوري لازم يروح ويرجع لنفس النقطة وبنفس الحالة فلو راح من هنا إلى B ثم من B إلى A ففي هذه الحالة نعتبرها دورة كاملة فلازم يرجع لنفس النقطة ولازم يكون لنفس الحالة ما معنى نفس الحالة؟ معناها لو بدنا نحسب من هنا وراح إلى النقطة B ثم من B إلى A نلاحظ أن الحالتين مش نفسها لأن في البداية البندول كان يتجه باتجاه اليمين في الحالة الثانية كان يتجه باتجاه اليسار نلاحظ أن في البداية كان يروح إلى B ثم من B إلى O نلاحظ أنه قام يتجه إلى اليسار مش نفس الحالة إذا ما كمل دورة لازم يكمل زيادة يروح إلى A ثم من A يرجع إلى O نلاحظ حين لما نرجع إلى O صار يتجه باتجاه اليمين نفس الحالة الاتدائية هذه نعتبرها دورة كاملة واللاحظ أن الدورة الكاملة لازم لها أربع فترات من O إلى B من B إلى O من O إلى A ومن A إلى O لاحظنا في أربع فترة ومو شرط نفس الترتيب يعني يعني أرح أحطى مثلة ممكن من O إلى B بعدين من B إلى O وبعدين من O إلى A وبعدين من A إلى O هذه دورة كاملة أو أو يبدأ من A مثلا وينتهي عند B ثم من B إلى A هذه دورة كاملة أيضا وقس على ذلك فنشوف الخيارات الخيار A من A إلى B ثم العودة إلى A نفس اللي قلتها قبل شوي من A إلى B ثم العودة إلى A هذه تعتبر دورة كاملة إذن A بإجابة صحيح